في أخباري السينما وفي ذكرى يوم الأرض الفلسطيني يقدم الدوان الوطني للثقافة والإعلام وسفرة فلسطين عرضا خاصا لفيلم ثلاثين أدار للمخرج نضال بدرانا بالجزائر العاصمة وبقسنطينا أيضا لا يزال أبناء فلسطين يسلطون الضوء على قضيتهم بأجمل طريقة بالإبداع والفن الفيلم الوثائقي 30 أذار رؤية مختلفة صادقة وواضحة عن يوم الأرض في القرى المختلفة بفلسطين شهود عن حقائق مهمة من عمق الوجع بهدف مواصلة رحلة توثيق أحداث 30 أذار الرحلة التي بدأها المخرج الفلسطيني غالب شاعث عام 1978 وتواصلت في الكثير من المؤلفات لا كي نرزي لحياتهم خلينا نموت شهداء ليأتي اليوم في المنظال بدرنا بطموحه الذي لا يعرف الحدود ليقدم آهات الدم العربي والأرض الفلسطينية برؤية إخراجية جديدة هو الذي اعتدنا عليه على الخشبة يرسم البهجة والفرح بعروضه المختلفة أخ جيب جيب الكرسي هاي من عند اليهودي ما حدا بيجي عنده جروا جيبها من عند اليهودي آخر إشي قد ما بيجي ناس على المستشفى بصفة عم بتصل على البلد أبو عاطف بحيات أبو عاطف جيب لي على الميون ميد كرسي وطولتين بحيات أبو عاطف الجمهور والجزائرية الذي تربطه علاقة روحية مع فلسطين على موعد مع واحد من أجمل الأفلام الوثائقية التي تعطي صورة واضحة عن يوم الأرض وللحديث أكثر مشاهدين عن هذه العروض وفيلم ثلاثين أذار يحضر معنا هنا في بلاطوة النشرة ثقافية المخرج والمبدع الفلسطيني نضال بدرانا أهلا بك سيدي وشكرا لك على تلبية الدعوة شكرا شكرا وأنا مبسوط كثير طبعا بوجودي في الجزائر اللي بعد برها بلدي الأول مرحبا بك إذن حدثنا أكثر عن هذا العمل الوثائقي وعن الصعوبات التي واجهتكم للوصول إلى شهود حقيقيين الفيلم ثلاثين أذار هو فيلم وثائق طويل مدة 53 دقيقة إنتاج مركز محمود درويش الثقافة في عربي وشركة المنشر فن وإنتاج وهي شركة مستقلة في فلسطين تعمل في مجال لإنتاج الأفلام والمسرح فيلم ثلاثين إذار هو محاولة مننا لتخليد ذكرى شهداء انتفاضة يوم الأرض عام 1976 في فلسطين هذا الفيلم جاء برأيي لنقش أسماء الشهداء ولنقش تضحيات أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة في هذا اليوم التاريخي الذي سجل أصلا في تاريخ فلسطين واليوم يتم الاحتفال فيه في كافة مدن العالم كتخليد لهذا اليوم وتأكيد على ارتباط الفلسطيني في أرضه طبعا الصعوبات موجودة دائما بحكم وجودنا دحت المستعمر السوفيوني دائما في صعوبات يعني من نواجهها طبعا بكافة الأمور الحياتية فالسينما والمسرح والفنون هي جزء من هذا الاضطهاد العام الذي تمارسه دولة إسرائيل ضدنا فبرأي الصعوبات كانت بمرحلة البحث عن مواد بمرحلة الأرشفة بمرحلة الوثائق التاريخية لأنه جزء كبير من هاي الوثائق تم سرقتها من قبل الكيانة الصهيوني أضيف إلى ذلك أنه يعني في فلسطين ليس لدينا هناك ولا أي متحف اللي موجود فيه أرشيف أو مواد من فترة يوم القادم بعد لبنان بعد عرضكم للفيم بلبنان واليوم سيعرضوا بالجزائر كيف كان تفاعل الجمهور العربي مع هذا الفيلم ومع الأعمال الوثائقية بشكل عام برأيي يعني الفيلم عرض في لبنان عرض في الأردن عرض جولة كبيرة في أوروبا والأهم أنه عرض فيه فلسطين في كافة القرى والمدن الفلسطينية ووجودنا اليوم في الجزائر برأيه محطة أيضا مهمة جدا لأنه نعتبر الجزائر هي من الدول العربية يمكن الوحيدة اللي بعدها في خط المواجهة الأول وفي جبهة الممانعة ضد هذا الكيان المستعمر الجمهور طبعا يطلقى الفيلم بكل يعني بكل ما لديه من جوارح وأحاسيس لأن هذا الفيلم هو يؤرخ وهو ينصف الناس الذين صنعوا يوم الأرض وبرأيي هذا الفيلم هو محاولة بسيطة مني كمخرج أو من المنشر فنوانتاج أو المركز محمود درويش كمنتجين لرسم التاريخ تبعنا ولكتابة التاريخ الفلسطيني ليبقى هذا الفيلم بالنهاية وثيقة للأجيال في فلسطين وفي العالم صحيح نعم اعتدى عليك الجمهور يعني في الكوميديا واليوم بهذا الفيلم الوثائقي يعني ما هو الاختلاف في محاكاة المعاناة بهذين الأسلوبين المختلفين يعني ما في فرق بين الكوميديا والدراما أو الكوميديا والتراجيديا بواقعنا الفلسطيني أحيانا التراجيديا اليومية اللي احنا نعيشها بتولد كوميديا وبتولد ما يسمى بالضحك قهرا كما أطلق عليه هذا المصطلح محمد المغوط فإحنا عملنا بشكل عام منعمل كوميديا شعبية تعرض في كل المدن والقرى في فلسطين في المدن المهمشي وفي القرى المهمشي وفي المدن المركزية هاي الكوميديا الشعبية اللي تماثل معها الإنسان الفلسطيني النقلة هي يمكن بحكم حاجتنا أيضا لرواية القصة رواية قصتنا الفلسطينية اللي ما قدرين ممكن نجيبها فقط في المسرح وفي الكوميديا فالتوجه اليوم عم بيكون أيضا في السينما يعني هذا الفيلم هو الانتاج الثاني أو الثالث لشركة المنشر اللي هي نفذت هذا الانتاج كان في عندنا فيلم كوميديا رواية قصير كان في عندنا فيلم اجتماعي أيضا طيب في رأيك هل استطعت الثقافة والسينما بشكل يعني خاص أن توصل صداء القضية الفلسطينية إلى العالم من خلال تجربتك يعني التجربة هي مش فقط تجربة نظار بدارنا أو تجربة المنشر فن مأنتاج أو مركز محمود درويش التجربة بالنهاية هي خطها العديد من الكتاب والمثقفين والفنانين الفلسطينيين يمكن ما يميز هذه التجربة اللي احنا اليوم عم يعني جزء منها في الجزائر أنه احنا شركة مستقلة ليست تابعة لأي شخص ليست تابعة لأي صندوق لأي حكومة لأي كذا فهي فقط بجهود ذاتية ومبنية على الجمهور الفلسطينيين ونحن نأخذ أصلا تمويلة من الناس في فلسطين فالفلم برأيي أو الأفلام الأخرى الفلسطينية عم تقدر تكون في المحافل الدولية وفي الساحات المهرجانات الدولية بتقدم صورة الإنسان الفلسطيني كما أي فيلم في العالم وهذا طبعا شيء مهم جدا يعني هناك من يحمل السلاح هناك من يكتب الشعر هناك من يرسم هناك من يغني ولكل إنسان دوره في هذا النضال والسينما والمصرح هي جزء من نضال شعبنا نعم بعد هذا الوثائقي هل هناك أعمال جديدة لنضال ودرانا؟ يعني إحنا 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 في مرحلة أول إشي إطلاق عرض جديد ستند أب كوميدي في فلسطين لأنه نؤمن بأنه في فلسطين يعني كما قال محمود درويش على هذه الأرض من يستحق الحياة إحنا بشكل دائم عدا عن شغلنا في السينما في عنا عروض بشكل يومي ستند أب كوميدي وكوميديا ليضحاك الناس لأنه أصلا الكوميديا تولد من رحم المعاناة والحواجز والأسلاك الشائكة في فلسطين نعم في عنا إطلاق العرض جديد في عنا مصرحية مونو دراما ستكون في شهر ستة نعمل على فيلم جديد إنتاج أيضا مركز محمود درويش وشركة المنشر هذا الفيلم هو عن الانتفاضة الثانية ومكملين في هذا الطريق يعني حض موفق وشكرا لك إذن على تلبيتات دعوة مشاهدين الكرام المزيد من الأخبار تشاهدونها على هذه الروابط الإلكترونية التي تظهر أسفل الشاشة إلى هنا نصل إلى ختمية النشرة الثقافية لنهار اليوم أشكركم على كرم المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر